أهلاً وسهلاً الإخوان ومرحباً بكم في هذا الفيديو هذا اللي كل شي تسولني على حاجة واحدة اللي هي كيفاش ندير واحد الجدول زماني في هذا العطلة هذه أوكي مرحبا بكم في هذا القناة واليوم غادي نشارك معكم طريقة كيفاش تصعبوا جدول زماني اللي ما غاديش يكلفكم بززاف ديال الوقت وغادي نتذكر معكم في هذا اللي ذي طيق هذا فمرحبا بكم وما تنساوش تشتركوا في القناة للناس الإجداد واللي بغي يشترك معنا في الكورس اللي الحمد لله لقيت فيدباك بوزيتيف عليه فمرحبا بيه معنا بيش يستفد منه نحط الآخر نهار الجيهوي شكراً لكم الإخوان على الحب ديالكم والدعم ديالكم الدائم ومرحبا بكم عرض الجيهوي مفتوح دابا إلا عندك الجيهوي هذا العام أو إلا عندك باك حر علمي وبغي تيوجد الجيهوي هذا العرض غادي نفعك بزاف فيه المواد بربعة الاجتماعيات التربية إسلامية العربية والفرنسية المواد ديال الجيهوي كاملة في هذا العرض سنشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة ستستفد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك سواء عندك سيزيام يعني أولا عندك باك حر علمي ستستفد من هذا العرض اللي حبي تسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب وغي يجاوبك على طريقة تسجيله كل شيء سنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجيهوي أوكي الأخوان بالنسبة لهذا الجدول اللي قد بها لتكون دابا اللي هو كيفاش غدوز عندكم هذي سبع أيام هذي الحاجة اللي غادي تديروا في هذي سبع أيام هي كل درس خديته سواء فهمته أولا حفظته فهاد الأيام هذي سواء كتوك توجدو عليه يعني كتوجودوا على حسابه شي فرض في الدروس بربعة أولا المواد بربعة ديال الجيهوي كل درس خديته في كل نهار غادي تخدمو فيه واحد المقالة مثلاً لحسب الاجتماعيات أو لا واحد الأسئلة على حسب التربية الإسلامية أو لا يعني موقف ولا أسئلة بحلكة لحسب تربية إسلامية أو لا إكزيرسيسها لحسب الفرنسية أو لا كذلك تمرين في اللغة العربية هذا الجدول هذا يحتاج منكم على شقدته في النهار ما كيش سويع أنا يعني كنقول لكم ربعة سويع مزيانة ولكن على شقدتي لكنتي يلا بعدي على شقدتي خدم خدمتي درس كل نهار مزيانة تخدم درس كل نهار في كل مادة باش تاخد موضوع كل نهار وما يكونش دك شي كتير عليك فالإخوان أعطيوا درس كل نهار مع متحان ديالو تمتحن في راسك بشي إكزيرسيس ولا شي تمرين هذا هو البلان اللي غادي تدير يوميا وبالنسبة للسويع يعني حاول أنك تخدم مازال ما دخلش رمضان منك حاول أنك تخدم في الصباح أو لا تخدمه قبل ما تناس أو لا تخدم يعني قبل ما تناس بربعة السويع بحالات أو لا تناس بحالات السويع أو لا في الصباح يعني مور الفطور وذلك الشي تبدأ الخدمة عليه تفهم الدرس أولا هذه هي اللولة تفهم الدرس هي اللولة وتاخد معلومة عليه وتكون عارف كل فقرة عليه شكرا دوي ولا يعني بغيتي تختاصر أو لا بغيتي يعني تطول كل فقرة دوز فيها واحد السؤال جواب بينك و بين راسك هتصول راسك وتجاوب في ورقة نيت حتى هكا غادي تدرب على يعني المقالة في الاجتماعيات أنا كندوي على الاجتماعيات دابا وتقدر تخدم فيها وطائق غا هو خاصة كذلك تبحث على المنهجيات اللي تخدم بهم في الوطائق شي كايين في الكورس ولكن موهما بالنسبة لجميع الناس كنا نهضر معهم دابا حاولوا أنكم يعني تاخدوا شوي الوقت في البحث ديلكم فضل العطلة هذه تبحثوا على كل حاجة حاولوا تاخدوا ما أمكن من معلومات في كل الدروس بشكل اللي يكون يعني ما كيهمش شحال كتخدم في النهار بل كيهم غير أنك كتعطي واحد لوقيتها لاتشي عادة بالنسبة للجيهاوي باقد بربعة كيما قلت لكم كل نهار خدم واحد شوية وشد مثلا درس في كل مادة والدرس اللي شديته خدم فيه اكزيرسيس من جيهاوي أولى من شي فرض المهم خدم فيه اكزيرسيس وتدرب على المقالة إلا بغتي تلقى المقالة وكل شي وين مرة تلقى نتحط فيها اللي بغي تسارم رحبة به فارها غدا يتلقى بعض طرق كيف تتخدم كذلك في اللغة العربية الفرنسية تربية اسلامية هدو كذلك تخدم فيهم الأمور اللي كتشوفها أنها غدي تجيب معك نوقات مزيانة حاول أنك إلا حفظتي صورة يوسف حفظتي فيها شي جزء حاول أنك تكتبوه يعني تكتبوه فيما حفظتي شي جزء حاول أنك تكتبوه في ديك الساعة وتعاود تمتحن فيه راسك من بعد واحد النهار مثلا تايت تقبط عندك ويبقى عندك ديمة وما عمرك تنسح فهذا ما كان إخوان شكرا لكم على الاستماع وكان نتمنى لكم أنكم تستغلوا هذه العطلة هذه أحسن استغلاء لأنها زويونا وتايلة ما قديتوا تديروا فيها ولغة أورغانيزة وشغلكم باش تديروا من موراها بعد الخدمة لهذا الجهة وهذا أنكم يعني تكتبوا واحد الخطة اللي تمشيوا عليها من موراها واللي قدر يخدم فيها كنقول لي برافو عليكم زيان وكي الناس اللي بدأوا ديجا تاهمة كنقول لهم تبارك الله عليكم والإخوان راكم كتختصروا الوقت باش ميبقاش عندكم ضيق فهذا ما كان في هذا الفيديو كنتمنى أن نكون يعني يعطيتكم الأمور اللي كي يخدموا بها الناس اللي معانا والناس اللي كي سهلوني كذلك هذه الأمور اللي غادي يعني تخدم معاك بشكل زوين وأنت معليك شي حاجة ولا شي ضيق خدم عليش قديتي هذا ولا نقول لكم الأخوان باش مبرزتكم بزاف على شي جدول ولا شي حاجة يعني شي حاجة تضبطكم بزاف ويعني تكون شوية تقيلة على القلب وأنت ما قادرش حاول أنك تخدم عليش قديتي في النهار إذا خدمت أي شي حاجة في النهار حاول تكافأ راسك أي حاجة وخا تكون دقيقة وخا تكون خبسات دقيقة كافأ راسك يعني وفتاخر براسك أنك فهمتي شي معلومة عرفتي أن ولي عهد نمسا ضربوا واحد طالي بصير بي فلقو دونك أي معلومة خديتي أحاول أنك تكافأ راسك أنك تفتاخر براسك أنك كل نهار كتزيد معلومة في مخوك لها تنفعك إن شاء الله في المتيحان الجاي شكرا لكم الأخوان وكنتمنى لكم نهار زوين إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى